راحل الفشل دي ودتهم بالطريق اللي احنا شايفينه ده ولكن هناك اشخاص يعني انا اعلم علم اليقين انها في طريق الهداية لذلك بقول لكم اخواننا الاحبة والله اخواننا الامكرام الميديا اللي هم دلوقتي عملين يقفلوا فيها في العراق بالذات بالصفة خاصة ويقفلوا مواقع كتير جدا كانت وباء على افكار الملال والمراجع والمقدسات التي ربوا عليها شباب الشيعة من مئات السنين الانفتاح ده كان وباء عليكم الوحيد اللي هتمسك بالفكرة دايما يعرفه اخواننا الاحبة مستفيد ماديا مستفيد جسمانيا اي جنسيا من اقراض المتعة هو ده اللي هتمسك فقط بهذا الفكرة اما لو ما فيش استفادة اعرفه ان يطلعهم يتليه الى الالحاد او يهديه الله سبحانه وتعالى الى دين الحق دي محمد واهل محمد الصحيح اما غير ذلك اخواننا الاحبة يعني انا مش حارف انا والله يعني التربية في بلاد الرافدين للشيعة كيف يتربى هؤلاء انا نفسي اشوف تربيتهم ازاي بيتربوها بصراحة ولكن انا شفتها بلي كده لما بتلاقي اب بيصغير مش اقلق ابنه ولا البنت وعمل طلط معروشها اكيد دي بيكون تربية اسمها يعني مسلمية في علم النفس تربية تعزيب الجسدي هتطلع لك ايه تربية تعزيب الجسدي الا شخص عنده اه اهتزاز في الشخصية اه ما بيعرفش يفكر اه ما بيعرفش ياخد قرارات اما تشخصي فاسد في المجتمع اساسا هاي